بسم الله الرحمن الرحيم المهم جدا ان احنا نتعلم البرمجة وسواء شباب او اطفال او رجال الكبار البرمجة بقت مهمة وجزء من المستقبل ففي موقع كواس جدا اسم كود دوت اورج بيبدأ معك من السفر تمام بيبدأ الاول من غير شفرة خالص بيجبارة بس بفهمك فكرة البرمجة خلينا ناخد مسلا درس مسلا من دين الحاجات وليكن مسلا فيلم ملكة التلك تمام انت هتبرمج الشخصية انها تمشي في اتجاه معين تعمل حاجة معينة وهكذا تمام هنا بيبدأ اشرح فكرة البرمجة وهنا بعلامك الاساسيات بتاعة البرمجة بيقول لك مسلا انت عايز تمشي ازاي تمام طيب ممكن اقول له ايه لما لما تشغل هتمشي تقدم نحن 100 بيكسل تمام طيب هقول له ايه شغل تمام كده الشغل بتاعي تمام قديت المطلوب مني وكتبت سطر واحد زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط كل مرة بيزود لك حاجة تمام طيب خلينا نشوف دلوقتي انا مفروض اعمل ايه مفروض ان انا همشي بمجدار مثلا 100 بيكسل وبعد كده هلاف في ناحية اليمين بزاوة 90 يعني انا همشي كده وبعد كده هم تقدم ناحية الامام بمجدار 100 بيكسل خلينا نبص كده تمام كده انت كتبت ثلاث سطور لو كتبت كتير ده بيبقى سيء انت مفروض بيتقلل عدد السطور على قد ما تقدر وكذا حد ما تخلص الدروس دقريبا 20 درس تاخد شهادة من الموقع ان انت خلصت وتخش على اللي بعد وتخش على اللي بعد عايزين نرسم مثلا مربع يبقى انا همشي كده قدام بمجدار بيت بيكسل وبعد كده هتجي يمين وبعد كده هنكرر نفس الكلام دوت يبقى كده انا كده ارسمت الخط ده وبعد كده ارسمت الخط ده هكرر الكلام برضه تاني بحيث ان ارسم الاربع خطوط دول وخلنا نعملهم بسرعة تمام خلاص سنت ستور وكان مطلوب ست ستور بس تمام وهكذا بعد كده هيبدأ يشرح لك حاجة اقولك انت وصلت المستوى معين تعالى ناخد حاجة ان انت ببادل مكتبة ستورة كلها كان فيه طريقة ان انت تسهل ان انت تقوله ايه شغل وبعد كده بتعمل حاجة اسمها فاكشن تكرر لي الكلام يعني هيتم اول واحدة هتقدم لماما اياه وبعد كده هيروح لي من زوى تسعين وبعد كده هيكرر الكلام ده مفروض يكرره كم مرة ده كده واحد اثنين تلاتة اربعة خلينا نقول له اربعة اه قررت اتمرت طيب مفروض كان يكرر اربعة طيب مفروض طيب يبدأ يفهمك فكرة البرمجة وفي الايه خالص تاخد شهادة من الموقع وتدخل على البعادية والبعادية الحد ما تبقى مبرمج كبير وتشغل في شركة كبيرة الموقع من اعداد جوجل والفيسبوك والميكروسوفت والتويتر والشيكات ضخمة جدا بحيس انها تطلع ناس بروفشنل في البرمجة ده اول درس وفي كذا درس انا خلصت مثلا دوت مينيكرافت وخلصت حرب النجوم وكلهم زي واحد تخش بقى في المسطرة اللي بعدية تخش في المسطرة اللي بعدية لحد ما تبدأ تفهم فكرة البرمجة وتبدأ تتعلم بقى لغة برمجة زي سي شارب الجافة او هكذا موسيقى